مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسماء قصتنا لليوم؟ قصتنا بعنوان صانع الأحذية كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان هناك صانع للأحذية كان فقيرا وكان له أولاد كثيرون كان يعمل في صنع الأحذية الجديدة وأيضا كان يصلح الأحذية القديمة من الصباح حتى المساء دون أن يستريح أبدا ولكن للأسف كل ما يجمعه من أجر لم يكن يكفي قوته وقوت أولاده إلا بصعوبة بالغة أي طعامه وطعام أولاده وفي يوم من الأيام قرر صانع الأحذية أن يرحل عن قريته حتى يجرب حظه في قرية أخرى هل من الممكن أن يكسب أكثر؟ هيا لنرى حمل صانع الأحذية صندوقه على كتفه وكان به المقاص والشاكوش والمسامير بينما أمسك المخراز في يده وذهب ليبحث عن عمل في قرية من القرى البعيدة فصار يعمل في صنع الأحذية في النهار ثم يعود لينام في بيته في المساء ولكن الطريق كان شاقا وطويلا وفي يوم من الأيام في طريق عودته أضاع صانع الأحذية الطريق سار صانع الأحذية طويلا حتى تعب لكنه لم يجد بيته وفي نهاية الطريق وجد صانع الأحذية منزلا مضاء أي فيه ضوء طرق صانع الأحذية على الباب ولكن لم يجب أحدا طرق صانع الأحذية على الشباك أيضا لم يجبه أحد وفي النهاية دفع الباب وفتحه ودخل المنزل ولكنه وجد المنزل خاليا لا يوجد فيه أحد فقرر أن ينام ليلته في ذلك المنزل وفي منتصف الليل سمع صانع الأحذية ضجيجا شديدا وضوضاء عاليا نهض من نومه خائفا مفزوعا فرأى ماردا جبارا كبيرا وقد انحشر في باب البيت وهو يحاول الدخول منه بصعوبة قال المارد من هنا في بيتي؟ من هنا؟ أجابه صانع الأحذية بخوف أنا صانع الأحذية الفقير فقال له المارد ولماذا دخلت بيتي؟ ماذا تصنع هنا؟ قال له لقد أضعت الطريق ولم أجد غير بيتك لأنام فيه حتى الصباح سامحني أرجوك ثم حكى صانع الأحذية للمارد العملاق قصته فأشفق عليه وقال له لا تخاف سأساعدك نم ليلتك مطمئنا وفي الصباح سوف أطلب منك خدمة نام صانع الأحذية ليلته خائفا فكانت إحدى عينيه مفتوحة والأخرى نصف بغلقة وفي الصباح ناداه المارد وقال له عندي بعض حذاء مقطع وأريد منك أن تسطحه لي فقال له لا تقلق سوف أعيده جديدا كما كان ولأن حذاء المارد كبير جدا فقضى صانع الأحذية ثلاثة أيام متواصلة في إصلاحه حتى أعاده جديدا كما كان فرح جدا المارد من صانع الأحذية لأنه أعاد الحذاء جديدا كما كان شكر صانع الأحذية وكافأه بجرة صغيرة مملوئة بالذهب وعندما كان صانع الأحذية يحمل صندوقه مستعدا للرحيل قال له المارد عندي فكرة لو نفستها فسوف أكافئك مكافأة عظيمة فقال له ما هي فكرتك أيها المارد قال المارد سوف ترى حالا مد المارد العملاق قدمه أمام صانع الأحذية وقال له أريد منك أن تأخذ مقاس قدمي وتصنع لي حذاء جديدا فوافق صانع الأحذية واستمر يصنع الحذاء الجديد سبعة أيام متواصلة وفي نهاية اليوم السابع قدم الحذاء الجديد للمارد وكان حذاء جميلا غاية الروعة سر المارد بحذائه الجديد سرورا عظيما وفي هذه المرة كافأه بصندوق كبير من الذهاب ومنذ ذلك اليوم عاش صانع الأحذية في ثراء مع أبنائه ولم يعد يشكو من الفاقر هل أعجبتكم القصة يا أحبائي؟ انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى مع سلامة